أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مسل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والزراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القطال وهو كوره لكم وأساء أن تكره شيئا وهو خير لكم وأساء أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الهرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استتاعوا ومن يرتدد منكم عن ديني فيمتوغ وكافر فأولئك حبتد عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا جادوا في سبيل الله أولئك يعجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه مع اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات وعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام أقول إسلاه لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصله ولو شاء الله لأن لأأنتكم لأأنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أأنتم مؤمنة خير من مشركة ولو أأجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أأجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيذ قلوا وأذن فأنتزلوا النساء في المحيذ ولا تقربوهن حتى يتعرن فإذا تتنهرن فأتوهن من عيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتتعرين نساؤكم حرص لكم فأنتوا أرسكم أني شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أرزة لئي لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللقذ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت غلوبكم والله قفورا حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشعور فإن فاء فإن الله فإن الله غفورا رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات يتربصن بأنفسهن سلاسة قروح ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله علي العظيم